محمد تورك يرد على اتهامات دونيا باطمة أنا لا أكترت لكم لا تجعلوا أنفسكم في مواقف غبية وتلوموا الآخرون أولا وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط على متعجاب للفيديو بعد قيام دونيا باطمة بحدف كوفر أغنية غزالي من قناتها على اليوتيوب تساءل بعض متابعين على السوشيا الميديا عن سبب الحدف واعتبر البعض أن قيام دونيا بهذه الخطوة بسبب الهجوم الذي شنه النشطاء الجزائريين عليها واتهموها بسرقة الأغنية وعدم أخذ موافقة من صاحب أغنية الأصلي والبعض الآخر طلبوا دونيا بإعادة نشرها لأنهم أحبوا الأغنية بصوتها وشنوا هجوم على طاليقه ومدير أعمالها السابق محمد تورك معتبرين أنه السبب دونيا باطمة ردت على تلك إشاعات من خلال ستوري على إنستغرام قالت فيه بخصوص كوفر غزالي أن اللي حيته حمصت بي فانزاتي على بال منزل برومو أغنية صبيرة يعني من بعد حيته باش يبقى تواسع للأغنية المغربية لها الأولوية أنها تكون بحدة في قناتي أحبكم فانزاتي محمد تورك طاليق دونيا باطمة خرج عن صمته بعد توجير إتهامات ورد من خلال ليف على إنستغرام وقال وصلتني رسائل منكم تتهمونني وتلومونني أنا لا أدري ما يقع لأكتشف أن الفنانة أصدرت أغنية وتم حذفها من قناتها ويقولون أنني السبب وأكمل حديثه قائلا لكن أن تتهمني بأنني حدفت الأغنية أنا لا أكترت لكم يربطني بيني وبين الماضي ابنتين فقط ويكفيني أنكم حرمتوني منهم وفي الختام قال لا تجعلوا أنفسكم في مواقف غبية وتلومون الأخرون على أخطائكم تعلموا طريقة العمل أولا ترجمة نانسي قنقر